ويؤمنون بالجبث والطاغوت الله جل وعلا يصف التوراة بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور التوراة المنزلة من عند الله جل علاه فيها هدى ونور يتركون هذا الهدى ويتركون هذا النور ويؤمنون بالجبث والطاغوت إيه هو الجبت ما هو الجبت وما هو الطاغوت الجبت اسم عام اسم عام لفظ عام يطلق على كل من كان غاية في الشر والإفساد لذا تنوعت فيه أقوال العلماء من سادتنا المفسرين فمنهم من قال الجبت هو السحر والساحر والكاهن والكهانة والشيطان والأوثان الأصنام فكل رأس في الضلال والشري والإفساد فهو جبت أرجو أن يكون المعنى واضحا هم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد وهو مجاوزة الحد عرفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله الطاغوت الشيطان وعرفه الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله الطاغوت كل ما عبد من دون الله وعرفه الإمام ابن جرير رحمه الله بقوله الطاغوت الصواب فيه من القول عندي أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دون الله إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة له ممن عبده كلام جميل سواء كان إنسانا أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء عرفه شيخون ابن القيم تعريفا جامعا جميلا فقال الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وقد فصلت هذه المعاني معنى الطاغوت ومعنى الأرباب ومعنى الأنداد ومعنى الآلهة في دروسنا دروس التوحيد في برنامجنا الهادف الذي نقدم من خلاله شرح الدين كله ألا وهو جبريل يسأل والنبي يجيب يبقى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وقد أمر الله جل وعلا أهل الإيمان أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله وليمكن أن يجتمع أبدا الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب واحد أبدا فالجبت والطاغوت إسماني لكل معظم من دون الله بعبادة أو طاعة كائنا ما كان ذلك المعظم المعبود المتبوع سواء كان إنسانا إنسانا أو شيطانا أو كاهنا أو ساحرا أو صنما أو منهجا أو فكرا إلى غير ذلك من الطوغيت والأنداد والأرباب والآلهة المكذوبة الباطلة الكثيرة المدعاة التي تعبد من دون الله جل علاه